السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مواندس حسان من قرارات حسان ميره للرديات موعد النهاردة في فيديو مهم جدا جدا ومن اهم الفيديوهات اللي ممكن هتكون هتنزل على القناة خلال الفترة دي لانها بتعتمد على قرار مصيري ومهم جدا جدا قرار للأسف متاح لك مرة واحدة خلال حياتك ان شاء الله لان انت متاح لك دلوقت تختار ما بين علم رياضة و علم علوم وبعد كده عمرك ما هتسأل قرار مشابه لده وقرارا هيحدد بعد كده حياتك العلمية هتكمل فيها ازاي او حياتك المعنية ان شاء الله هتكمل فيها ازاي فالقرار ده مهم جدا جدا وحبينا النهاردة بقى ندفتش كده مع بعض ان شاء الله مش هنطول الفيديو ده كداشة بسيطة كده ونوجهك نحاول نقول بعض النصائح اللي هتوجهك ونحاول نقل برضو اللي احنا مرنا به بحيس ان انت تبدأ تاخد قرار سليم وما تندمش عليه والاهم حاجة في القرار ده بعم ربنا ان انت ما تندمش عليه وهو ده هدف فيديو النهاردة ان ان شاء الله تيجي بفترة معنا كده وتقول الحمد لله قراري كان صح وبعد الشر ما يجيش في وقت اي اي وقت تقول يا لتني كنت خدت القرار ده فهنبدأ ندردش مع بعض في النوطة ده طيب زي ما وضحنا في اول الفيديو انت قدامك اختيار لمرة واحدة بس ان هو يا ام علم رياضة يا ام علم علوم انت طالب طالع من ثانية سنوي تبدأ بقى في ثلاثة سنة وان شاء الله بتتخصص بنوعنا على النظام اللي احنا ماشيين في ده وهتبدأ يا اما تقدرس مواد علم الرياضة يا اما مواد علم علوم عشان نفهم من نظام كده ايه من المشترك بين علم رياضة وعلم علوم عندك خمس مواد اساسية مشتركة هما بين علم الرياضة وعلم علوم عندك العربي عندك الانجليز اللي هو اللغة لاجنبات الاولى عندك اللغة الاجنبات التانية اللي انت بتختارها اما فرنساوي ازباني ايطالي الماني وهكذا عندك طبعا الفيزياء وعندك الكيمياء بقى انت عندك خمس مواد مشتركة سواء انت طالب علم رياضة او علم علوم طب بالنسبة لو انا علم علوم هيزيد عليهم الاحياء والجيولوجيا كل واحدة منهم بتكون بستين درجة امتحانها يعني لو جمعتهم يكونوا مية وعشرين درجة طب لو انت طالب علم رياضة هتاخد رياضة اتنين سواء بحتة او تطبيقية بتبقى عبارة عن ست فرق جبر والهندسة فرغية تفاضل وتكامل واستتيكا وديناميكا بتانتحانهم على اربع امتحانات الاستتيكا المتحان الديناميكا المتحان الجبر والهندسة الفرغية التحان وتفاضل والتكامل امتحان بيكون كل فرق عليه تلاتين درجة تلاتين فاربعة بمية وعشرين فسواء اه احياء او جيولوجيا يعني علوم بمية وعشرين درجة سواء الاربع فرقو بتوع رياض علوم مية وعشرين درجة تعالى بقى لنقطة المحورية اللي احنا نتكلم فيها في فيديو النهر ده اختار العلم يا علوم او علم رياض الزالي انا محتار طيب الوقت اوحش قرار ممكن تاخده وممكن يعني يسبب لك ندم كبير جدا ان انا هكش الاسهل بمعنى انا اسأل واللي ما اود اسهل اه اخشه ليه لا انت لازم يبقى ليك قرار ولازم يبقى ليك هوية كده وتختار الكرار الرياحك مستقبلا وتبقى ترتاح في المجال اللي انت في داخله خلينا نتفع على حاجة مهمة السنة اللي اه تلت لسنة ودي محورية وسنة صعبة مسهلة انا مش بخوفك صعبة سواء انت علم علوم او علم الرياضة طب دل الوقت يا مش مهندس انا اكاره الرياضة خالص وما صدقت خلصت منها وبصراحة ما بتعمل ارور لما باشتغل في الرياضة فانا اخش علم علوم طبعا انت داخل علم علوم ومتأكد ان مسلا ان الاحياء او الجولوجيا دول حاجة سهلة بالعكس طب هما مسلا انا بحب الحبس اكتر من الرياضة ما عنش حاجة دلوقت بتعتمد على الحبس فهنا اوحش كرار ممكن تاخدوا ان انت تعتمد على مين السهل فيهم هما الاتنين وتبدأ تخش خلاص طيب تعال اضرب لك مثال بسيط خالص وهيوضح لك النقطة اللي انا بتكلم فيها دي طيب مش انت الوقت سواء طالب علم علوم او علم الرياضة هتاخد فيزياء او كيميا طيب مش معلش فيه جزء في الفيزياء بيعتم عن الرياضة تماما انا هعمل ايه باش مهندس في الفيزياء او الكيميا انا غصب عني لازم افهمهم واذاكرهم يعني قصدي ان انت الفيزياء والكيميا دي بقت حاجة اجبارية بالنسبة لك فانت كده كده هتضغط نفسك وتجتهد وتذكرها فسواء انت دخلت علم علوم او علم الرياضة اعرف ان انت هتضغط نفسك وتذكر الحاجة ليه دخلت الرياضة انا نفس مسلا اكون كلية طبع اه كليات علم الرياضة بس تخايف من الرياضة وخايف من الفراع الكتير ما انت كده كده هت زاكرها اعتبر ان هي مادة اكبارية زي الفيزياء او كيميا او زي العربي مفيش مادة من دول سهلة ولكن انت لازم تحدد اللي انت عايزه تماما طيب بالنسبة للكليات بقى لو انت مسلا انا والوقت تطالب هدف خلاص انا واحد مكرر اه انا علمي علوم بسبب ان انا عايز ادخل كلية طبية ولازم تبقى حاطب كزا افشل بالنسبة لك عندك 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 طب ازنان عندك صيدلة عندك علاق طبيعي عندك طب بطري عندك طب مريض عندك بقى العلوم من فلون طبعي والالسن والقليات دي كلها انت محدد انت هتخش ايه فده كده انت بالنسبة لك طالما محدد وموجد طريق اللي انت هتمشي فيه فالموضوع هيتسهل بالنسبة لك بأمرك خلاص انت كده خط كرارك ومتأكد انا شاطر في الرياضة ومشاطر في الاحياء ولكن انا هذا في الوقت ان انا اكمل في كلية طبية او كلية هندسية يعني سواء علم رياضة او علم علوم فده مش هنتكلم فيه احنا بنتكلم الوقت في الطالب والمحتار اخش ايه طبعا اخش السهل طبعا اخش مس اللي اهل عايزينه لا اوحش قرار ممكن تاخده ان انت تعتبت معلش هو الاهل على دماغنا طبعا ولكن انت ده قرارك انت انت اللي هتزاكر انت اللي هتكتهل وانت اللي هتبزل مجهود في النقطة دي فبزل مجهود في حاجة انت بتحبها حاجة ان شاء الله انت حاسس ان انت تعرف تكمل فيها سواء علم رياضة او علم علوم انا عايزك بس ما تقولش انا خلصت من الرياضة انت كده كده هتزاكر وبالنظام الجديد ما فيش حاجة اسمها متحمى ما فيش فيه فهم اه نسبة الفهم متفاوتة ممكن نقول للاحياء مسلا الفهم خمسين خمسين يعني خمسين حفز خمسين فهم الرياضة مسلا سبعين في المية فهم وتلاتين في المية بعتمد على الحفز القوانين وبعض الاساسيات المهمة ولكن انت برضو هتجتهد وهتشد حلق فيهم ان شاء الله فما تخليش ده قرارك اللي هيبتدي تتحدد عليه طيب الفكرة التانية او الغلط التانية اللي الناس بتوع فيه تقول لك انا دلوقتي اخش انا مسلا نفس اخش المعلوم ولكن انا بالنسبالي انا شايف ان كليات هندسة مجموعها اقل شوي نعم دي برضو نقطة كبيرة ونقطة الناس بتغلط فيها جدا جدا مش معنى ان انت حابب تكون في المجال الطبي وشايف ان تنسيقه بيكون عاري او من الداخل التانية عشان طب انت بعد كده في المستقبل هل هتبقى ناجح في الكلام ده هل هتندم على القرار ده ما انت هتخش في كلية وبعد كده ربنا يكلمك بشغط فانت هتكمل في المجال ده طول عمرك فهل انت تشتغل في حاجة انت مش حاببة ولا تشتغل في حاجة انت حبيبها بشو مهندس ما انا خايف ما جيبش طب ما جيبش طب اسناني قلتها كتير جدا جدا انت لازم تبحطت قدامك كزا اوبشل انت جد جد تكتهي تعمل اللي عليك تعرف ان ربنا كاتب لك الخير ايا كان هو فيك لا قدر الله ما جيبتش طب يا الله بشو مهندس ممكن اخش صيدلة لا قدر الله ما لحاقتش طب وصيدلة انا افكر مسلا في علاقة طبيعي في اي وكلية فلازم ابحطت قدامك كزا اوبشل بس اهم حاجة ان انا اكمل في المجال الطبي المالي اللي هو يعتمد على الاداسته باع البيولوجي والاحياء والكلام ده تمام بس لازم احطت قدامك كزا اوبشل طيب بالنسبة لالما رياضة والله مش مهندس خلاص انا مسلا شايف كليات حدم الرياضة مستخيل ما لحاقتش عن دسة نفس الفكرة لازم تبحطت قدامك كزا اوبشل والله الا قدر الله ما لحاقتش عن دسة في مسلا كلية حاسبات والله ما لحاقتش حاسبات ممكن فنونة طبقية وكلية علوم كس مرياضيات ايا كان بالنسبة لك الفكرة دلوقتي ان انت لازم تبقى محدد ده معلش الاهل اه انا عارف ان انت مسلا اهلك نفسهم مشوفوك دكتور مسلا وانت حابب الهندسة لها معلش انت لو ابتهدت ودخلت كلية هندسة وتفوقت فيها هم يفرحوا بالقرار ده ويقولوا ان انت كان عندك حق فهنا ما تعتمدش على الاهل ومعضهم موضوع الصحاب ما تعتمدش عليك مش معانا انا اصحاب كلهم علمي خلاص انا اخش مع اصحابي عشان اكون معهم في الدروس لا برضو انت بتعتمد على القرار مصير اللي قدر الله انت مسلا عندك ثمس اص اصحاب مش كل الخمس اصحاب بالنسبة كبيرة يوضل بيحصل هيفش مسلا نفس الكلية والنفس البتاع فانت كده بتتكلم على سنة تلت سنوي اللي انت هتقضيها معهم لأ انت بعد كده هتتفرقوا ده هيروح هنا ده هيروح هنا ده هيروح كلية هنا هتتروح كلية في محافظة تانية فما تخليش برضو القرار ده القرار في الاول والاخير هو قرارك انت ولازم يكون قرارك انت اهم حاجة ما ندورش على السهل اهم حاجة ما نعتمدش على قرار حدي انا اللي بدرس وانا اللي بكتعد وانا كده ضفقوك. فالنصيحة الاخيرة اللي انا عايز اقولها في فيديو النهاردة زي ما بقولك الفيزي والكيمياء كده كده الكبيرة عليك. انا مسلا ما بحبش الفيزي هتعمل فيها ايه? انت هتذكرنا يا بصبع عنك لان هي المنتقى اساسية. فانت لوقت لا تخايف من الرياضة. مسلا انا بشاب الرياضة دايما لان الناس بتغرب من الرياضة. زي ما لعملت كده. هتلاقي مسلا الخمسة وسبوعين في المية. عايزين علم علوم جوي. خمسة وعشرين في المية. عايزين علم رياضة. ف النقس بتهرب من العلم الرياضة بسبب ان هما بيهربوش الرياضة. لا. انا دلوقتي انه زاكرتها كويس. فهمتها كويس. اجتهادت فيها زي ايدي مادة اساسية زي الفيزي وزي الكيميا. خلاص انا هتفوق فيها. بالعكس. انا اقول لك لسه ما تفكرش دلوقتي في نقطة المجموع والكلام ده. ولكن انت مجال الفقد فيها بيعوضت. بمعنى ايه? مسلا هقول لك انت مسلا اقدر الله في امتحان الاحياء جسعة. مسلا. فانت للوقتي بالنسبالك نقصت مسلا لقدر الله كم درجة فبعدتك عن جول الطب وروحت مسلا صيدان. بعكس الهندسة هم الهندسة مراعين الموضوع ده. هم رعين نسبة الطلبة برضو. يعني مش مراعين انتحاناتهم رعين نسبة الطلبة. انت لو فقدت كمية هتكون مسلا في لسه. ان انت مسلا تلحق كلية هندسة اللي انت نفسك فيه. انا مش بوجهك لعلم رياضة. انا بوجهك دماغك. لان معظم الناس بتخاف من علمي. رياضة وتبدأ تروح لعلم علوم. طب لا قدر الله ليه دايما نسبة علم علوم بتكون الهي لا في الكليات الطبية. بسبب القرار الخطأ اللي بيحصل هنا. هتلاقي كلية طب وكلية اسنان وكلية صادرة على مستوى الكمورية. ما خدتش خمستاشر في المية من الطلبة اللي هم كانوا في علم علوم. وبقى الطلبة طبعا بتوزعها على باقي كليات. مش بقول ان باقي كليات وحشة. بالعكس بطلبة محددة هي دي كلياتها. وفي طلبة نقدر الله بيبقى سبب القرار الخطأ ده. فخلاصة الفيديو وخلاصة الكامل اللي احنا عايزين نوصل لك ان شاء الله. ان انت سواء علمي احياء او علم رياضة لازم يكون قرارك الشخصي. انت اللي هتزاكر انت اللي هتكتهد. ما تهربش من علم رياضة ايوم ما تهربش من علم علوم. بسبب ان انت ضعيف الرياضة او ضعيف الاحياء. كده كده اعتبرها مادة اساسية زي الفيزياء والكيميا والعربي. هتزاكرها ان شاء الله تجتهد فيها ويجي فيها مجموعة كويس. طيب انت الوقت في تانية سنة ما ما كنتش بحبه الرياضة لباش مهندس. ولكن انا اجتهدت فيها وجبت فيها درجة حلوة. ده اللي انا بكلمك فيه. الرياضة كانت اكبارية عليك في تانية سنة. وليه ما تعتبرش ان هي مسلا اكبارية في تالت سنة. او الاحياء مسلا في واحد عادي ممكن يهرب من الاحياء ويهرش على الرياضة مع انه نفسه يكمل في المجال للطبي لان انا عايزك تعتبرها مادة اساسية وتجتهد فيها. السنة او عماتة لي يعني ان شاء الله السنة مش عايز اقول لك ان هي سهلة وبسط لك الدنيا. لأ السنة صعبة. عايز اجتهد منك. عايز اتنظيم وقت كويس جدا جدا. عايز ان شاء الله كده توقع على ربنا وتزاكر ويتراجع مرة اتنين وتلاتة. محتاجة ان انت تفهم المحتوى بتاعك كويس ان شاء الله والكل سبت والحاجات الاساسية. لازم تفهمها بشكل كويس جدا جدا. لازم التراكمة بتاعك. انا بتكلم عمدا سواء علم علوم او علم الرياضيات. لازم التراكمة او الاساسيات بتاعتك تكون كويسة جدا جدا. لالي دي اللي بعتمت فيها عليها في الامتحانات دلوقتي ممكن يجيب له. يربطوا بمعلومة في تالت عيدها دي او قولها سنوي. فالناس بتطلقه باتينا. فلازم ده يكون مهمة جدا ان ان انت هيكون الاساسيسيات خوائية بالنسبة لي. خلاص? فدي خلاصة الموضوع. متخليش حد يأثر على القرر ده. توكل على الله. ويستخير ربنا كده ان شاء الله. وخد قرارك وقلت ما تغربش من علم الرياضة بسبب ان انت ضعيف من الرياضة. ما تغربش من علم علوم بسبب ان تضعيف من الاحياء. هيتابلها ان هي مادة اساسية. وكده كده لازم تذكرها وتكتهد فيها هي سنة. هتفرق معاك الامر كله. تحب الكليات الطبية. ما تبقيتش عنها بسبب كرهة للاحياء. لا اكتهد في الاحياء. وزاكرها كويس وفهمها. وتحب الكليات الهندسية. خش رياضة بامرة وبنها واقتهد فيها. وزاكرها كويس جدا برضو عشان ايه? توصل للنقطة. هو ده الكلام اللي انا كنت عايز اوضحه بخلال الفيديو ده. عشان الناس الوقت محترى يا بش مؤندس. لا لازم تعرف انا فاهمتك الدنيا. فاهمتك المواد. ما تخليش الكرار ده معتمد. انا بكررها مرة واتنين وتلاتة. على الاهل او الصحاب. او ان كان هو قرارك انت. انت اللي هتخد القرار ده. وانت اللي هتذاكر في القرار ده. وانت اللي بازن الله ربنا هيكرمك. ويوفقك في الكلية اللي انت عايزها. يا بش مؤندس. خلاص? كده وصلنا الاخر فيديو النهاردة. وان شاء الله يعني اللي انا عاوضة قريما ان شاء الله. بس اجازة كده انت استمتع فيها برضو. واخد وقتك وحنا برضو ان شاء الله في الاجازة. هنقلع عن تفاصيل يعني ايه قريب ان شاء الله هيبقى فيه كده كورس تأسيس ان شاء الله. لها يكملوا معي علم الرياضة. وهيكون في فيديو برضو للطلبة اللي هتخش علم الرياضة ان شاء الله هنا على القناة. هنوضح الدنيا فيها ايه وانت محتاج ايه من الاساسيات. وهيبقى في كورس الاساسيات. وان شاء الله هنبدأ نعلن عن خطة السنة الجديدة ان شاء الله. هنكمل في تلتة سنة ان شاء الله. وامر ربنا. الفروع كتيرة عن فين طبعا ما الحل مع الشرح صعبة جدا نتكلها في اي مكان او منصة. بس هنحاول نعمل النقطة دي بامر وبينها. هنحاول ان شاء الله قدر المستطاع. زي ما عملنا كده مع طلبة التانية سنة وان شاء الله. وهيكون في وقت الاولى وتانية واحتمال كبير تلتة عدد تخش معنا في الموضوع ان شاء الله سواء شرح او حل مش عايزين نأثر مع حد في الشرح بامر الله. وهيكون في حاجات كتير ان شاء الله هنقل عنها قريب. ولكن المهم في الفيديو ده ان انت استخير ربنا. تذكر على الله في المجال اللي انت هتخش فيه. اخترت خلاص والموضوع بقى يباني يعني ايجي الفترة كده خلاص انت علم علوم او علم رياضة اجتهد وتوكل على ربنا وان شاء الله الموضوع هيبعسها بسيط بالنسبة لك بقى ربنا. كده وصلنا الاخر فيديو النهاردة. اجملنا انا كان ايه? اه كنت خفيف عليكم وادرتش معاك كده. بحيس ان انا بكلم واحد صاحب انا مش بقول لك نصائح ولا اي حاجة. انا بقدردش معاك اوش مهنجسين واتكاترة بقى خلاص. لان الناس هتخش كده. وهتخش كده بامر الله. واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله. كان معاك مهنجس حسام. من كناة حسامي رضيات وشكرا من جدا.